تصف الصين تصريحاتها بالتدخل في الشؤون الصينية. الهند تدخل على خط الحرب بتحذير سفن الحربية الصينية في طريقها الى سيرلانكا. هل باتت بريطانيا ايضا تهدد بكين? هل هذا يعد من تدعية زيارة برلمانيين بريطانيين الى تايوان? ما دور بوتن في اسقاط الحكومة اليابانية? هل هي تدعية الحرب على اوروبا? بريطانيا ترد على الصين باستدعاء سفير بكين لديها. هل باتت الحرب بين الصين وبريطانيا بديلاً عن امريكا? بريطانيا تدخل على خط الحرب مع الصين. الصين تحذر والهند تعرب عن قلقها. والحكومة اليابانية تستقيل. بدأ الجيش الصيني مناوراتٍ عسكريةٍ له قرب جزيرة تايوان في اعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي للجزيرة. واعلن الجيش الصيني عن تمريد فترة هذه المناورات حتى الخامس عشر من اغسطس ابا الجاري. وهو ما استدعى الجيش التايواني اعلان حالة التأخب القصوى على خلفية تلك المناورات التي تجرى قرب موانئ الجزيرة. كما اعلن الجيش التايواني عن خروقاتٍ للمقاتلات الجوية الصينية للاجواء التايوانية اكثر من مرة. وفي الوقت نفسه اعلنت الخارجية البريطانية ان هذه المناورات التي تجرى من قبل الصين على جزيرة تايوان تهدد امن المحيط الهادع. كما دعت بريطانيا الحكومة الصينية لوقف تلك المناورات التي قد تؤدي الى حربٍ عالميةٍ واسعةٍ لطاق. هذا وصرحت ليستيراس وزيرة الخارجية البريطانية انها اصدرت تعليماتٍ للمسؤولين باستدعاء السفير الصيني لشرح تصرفات بلاده. وقالت لقد رأينا سلوكاً عضوانياً وخطاباً متزايداً من بكين في الاشهر الاخيرة مما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة. ومن جانبها وعادت الصين بان لا تترك اي هامش مناورةٍ لمؤيد استقلال تايوان واكدت ان استخدام القوى لاستعادة الجزيرة ما زال مطروحاً كملاذٍ اخير. ياتي هذا التحذير الجديد بعد مناوراتٍ عسكريةٍ صينيةٍ مكثفات جرت في الايام الاخيرة حول الجزيرة رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي لتايبي. هذا وكشفت صحيفة ان نواباً بريطانيين يعتزمون القيام بزيارةٍ الى تايوان في وقتٍ لاحقٍ هذا العام في ظل تصاعد التوتر مع الصين. ووضحت الجارديان عبر موقعها الالكتروني ان لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني تعتزم تنظيم زيارةٍ لتايوان في نوفمبر او ديسمبر المقبل رغم تزايد التوترات في المنطقة. كما وذكرت الصحيفة ان زيارة النواب البريطانيين كان من المقرر اجراؤها في الاصل في عوائل العام الجاري. ولكن تم تأجيلها بسبب اصابة احد اعضاء الوفد بفيروس كورونا. مشيرةً الى ان زيارة هدفها اظهار دعم بريطانيا لتايوان. كما ويتوقع ان يترأس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني توم توغندهات الوفد الى تايوان في وقتٍ لاحقٍ العام الجاري. لكن في ظل استمرار دعمه لتيروس يمكن ان يمنح توغندهات حقيبةً في مجلس النواب البريطاني حال فعوزي تيروس بالسباق في سبتمبر المقبل. وكان سفير الصين في المملكة المتحدة قد اتهم عبر مقطع فيديو بعض السياسيين البريطانيين بنشر مغالطة ما يسمى بالتهديد الصيني. واصفاً استخدام هذا المصطلح من الاخطاء الشائعة لدى المملكة المتحدة. وان الصين وتصعيدها في جزيرة تايوان لا يشكلن تهديداً وانما هما اعادةٌ للأوضاع الى طبيعتها. حيث تسعى الصين لبسط سيطرتها على جزءٍ من اراضيها وتطبيق مبدأ الصين الواحد المتعارف عليه بين الدول. كما اعلنت الصين فيما وصفه محللون انه تهديدٌ للمملكة المتحدة انه لا يحق لأي دولة ان تتدخل في الشؤون الصينية. وان التصعيد الصيني لا يأتي بمحض الصدفة. وانما هو قائم نتيجة استمرار الغرب والولايات المتحدة الامريكية في استفزاز الصين في محاولةٍ لنزع سيطرة بكين على تايوان. هذا وبعثت الصين برسالةٍ الى تايوان بفادها ان استخدام القوة سيصبح الملاذة الاخير في اشارةٍ منها الى استمرار المناورات العسكرية قرب الحدود التايوانية. وهو ما اعتبرته تايوان بمثابة استمرارٍ للتصعيد الصيني في المنطقة. الهند تحذر الصين. طلبت السلطات السريلانكية من الصين ارجاء زيارة سفينةٍ تتهمها الهند بالضلوع في انشطة تجسس. ذلك على اثر ضغوطٍ مكثفة مارستها نيو ديلهي. وتتهم نيو ديلهي السفينة الصينية بالضلوع في انشطة تجسس. ومن المرتقب ان ترسل السفينة وان وانج خمسة نهاية الاسبوع الجاري في ميناء هامبان توتا السريلانكية الذي تشغله شركةٌ صينية. وكانت السفينة قد ابحرت من ميناء جيانجين الصيني بحسب بيانة الموقع الالكتروني مارين ترافيك المتخصص في تتبع مسارات السفن. وتصف بكينة سفينة ايوان وانج خمسة بانها سفينة ابحاثٍ ومسح لكن ما حطت سي ان ان نيوز ثمانية عشر التلفزيونية الهندية قالت انها سفينة تجسسٍ ذات استخدامٍ مزدوج يتم تشغيلها لاغراض تتبع الفضاء والاقمار الاصطناعية لكنها تستخدم خصوصاً في عملية اطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات. بوتين وراء استقالة الحكومة اليابانية. هذا وتواردت الانباء عن استقالة الحكومة اليابانية كاملة على اثر الازمة الاقتصادية التي خلقتها الحرب الروسية في اوكرانيا وعلى اثر وقف تصدير الحبوب والغذاء من اوكرانيا وروسيا الى اوروبا. كما ان اغلق بوتين صنبور الغاز كأن له تدعية كبيرة على الاقتصاد الياباني. وكانت روسيا قد اعلنت عن تأميم حقل نفط السخالين الروسي ونقل ملكيته الى شركة روسية حكومية. وبذلك اعلنت عن وقف نشاط شركتين ميتسوي وميتسو بيش اليابانيتين في روسيا ما كانت له تدعية كبيرة على الاقتصاد الياباني. هذا واكدت وكالة الانباء اليابانية ان التعديل الوزري كان متوقعاً من الاساس في بداية سبتمبر المقبل. لكن كيشيدا قرر تقديم موعده بسبب نيته الاسراع في الترويج للمفهوم الاقتصادي للرأس مالية الجديدة. اتخاذ اجراءات بسبب ارتفاع اسعار الوقود والغذاء. هذا وكان قد اعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في وقتٍ سابقٍ عن حكومةٍ جديدة املاً في ان يساعده التعديل الوزري الجديد على مواجهة العديد من التحديات التي انهكت بلاده في الفترة الاخيرة مثل ارتفاع الاسعار وفايروس كورونا المستجد كوفيد تسعة عشر. وربط الكثير من المحللين الواقع الياباني بالحرب الروسية في اوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد الاوروبي خاصةً ومع خفض حصة اوروبا من الغاز الروسي لنحو عشرين بالمئة ما اثر بطبيعة الحال على الاوضاع الاقتصادية في اوروبا.